انباء متضارب حول ما يجري في الحديدة اليمنية ففي حين اعلن قائد قوات التحالف السعود الإمارات في السحر الغربي باليمن عبدالسلام الشحيس سيطرت على مطار الحديدة بنحو كامل ينفي الحوثيون ذلك وسط ما خوف من اندلاع حرب شوارع داخل المدينة وجاءت هذه التصريحات بعد اسبوع من المعارك المحتدمة في محيط المطار في الوقت الذي اعلن فيه الجيش اليمن التابع لحكومة الشرعية سيطرته على الطريق الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء خبراء اسكاريون اكدوا ان السيطرة على المدينة عامة والميناء خاصة من شأنها قطع خط المساعدات والتعزيزات التي تصل الى الحوثيين من صنعاء وخارجها وعلى الرغم من نفي محمد البخيتي عضو المكتب السياسي للحوثيين اقتحام قوات التحارف للمطار وأسر 123 مسلحا حوثي كما جاء في بعض وسائل الاعلام فان وكالة انبال امارات تحدثت عن سيطرة واسعة على مجمع المطار ومحيطه انسانيا شهود ايا ذكروا ان مدينة الحديدة مشلولة وتسودها حالة فزاء كبيرة بين السكان جراء القصف المتزايد والمعارك المحتدمة كما ان تساعد القتال منذ حوالي اسبوع في المدينة الساحلية ادى الى اصابة ونزوح عشرات المدنيين مما عرقل عمل مؤسسات الاغاثة ووصول المساعدات لملايين اليمنيين على صعيد المباحثات غادر المبعوث الامم الخاص في اليمن مارتن جريفيت العاصمة اليمنية صنعاء بدون ان تسفر مفاوضات كان قد اجرها لوقف التصعيد حول ميناء الحديدة عن اية نتيجة لتشبث الطرفين المتصارعين بما طالبهما يذكر ان اليمن يشهد منذ العام الرابع عشر بعد الالفين نزاعا مسلحا بين حركة انصار الله الحوثيين من جهة والقوات الحكومية الموالي للرئيس هادي وفي العام الموالي اي الخامس عشر بعد الالفين تدخلت قوات التحالف العربي في النزاع اليمني مشكلة تحديدا من قوات سعودية واماراتية واخرى لتوفر دعم جوي وارضي